ترجمة نانسي قنقر فتحت اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع أبوابها للراقبين في الترشح لانتخابات 2018 للتقدم بطلبات ترشحهم حتى يوم الأحد المقبل ستنتد هذه العملية لمدة خمسة أيام وسيقفل باب الترشح في تاريخ 21-10-2018 إن شاء الله بعدها تكون مرحلة تالية هي مرحلة التطعون لمدة ثلاثة أيام ولغاية تاريخ 24-10-2018 يمكن كان الجماعة موجودين والصحافة موجودة مع بدء اللي هو اليوم في الساعة الخامسة مثل ما ذكرتها عندنا إقبال كبير من الأشخاص الراغبين في الترشح على المركز الحمد لله أن الجميع كان ملتزم بالعملية والأنظمة والقوانين هذا وشهدت المراكز الإشرافية منذ افتتاحها إقبالا كبيرا على تقدم طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية حيث تواجد عشرات المترشحين أمام المراكز قبل فتح الباب كان هناك طوابير من المترشحين موجودين ينتظرون مجرد فتح الباب للدخول لتغريم الطلبات وأول ما فتحنا الطلبات بالعكس كانوا هم منظمين وهذا بالعكس شيء طيب كانوا من قبل المرشحين نفسهم حضروا هناك لجنة تلقق في الطلبات في الأوراق المرشحين وبعد ذلك يسجلون إلكترونيا ويعرضوا الطلب لاحقا على رئيس اللجنة التدقيق فيه وشهد اليوم الأول سلاسة وسهولة الإجراءات أمام طالبي الترشح إضافة إلى وعي بالشروط المقررة قانونا والإجراءات المتبعة من وثائق مطلوبة لتقديم طلب الترشح كانوا على علم ودراية بالإجراءات كانوا يعلمون تماما تلك الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح أمانة سرت العملية على أكمل وجه بسلاسة بالرغم من العداد التوافد للعداد الكبيرة التي تلقيناها في اليوم الأول لكن كان هناك سلاسة في الإجراءات سلاسة في التنظيم الحمد لله هناك معرفة ودراية من قبل المرشحين يشار إلى أن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة للترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية متوفرة على الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 طلال نايف من مركز الأخبار تفزون البحرين ترجمة نانسي قنقر